مباشرة من منزله وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقول نحاس معدي الوزير مساء الخير أهلا وسهلا فيك مساء الخير سيد جوب مساء الخير سيد هادي مساء الخير سيد ألا يا أهلا فيك معدي الوزير بدأت خل مباشرة بالموضوع لماذا حاول الرئيس ميقاتي هذا الأسبوع عقد جلسة لمجلس الوزراء بما ترجمت وكأنها محاولة لتعويم حكومة تصريف الأعمال شو الفكرة الأساسية اللي كانت وراء هذه المحاولة سيد جورج ما فيه تعويم تعويم مش وردي لا بنص دستوري ولا بنص قانوني ولا وردي عند دولة الرئيس أنا قلت وضحتها وهذا موضوع بأعتقد محسوم بذلك الموضوع ولكن لما تعقدت موضوع تشكيل الحكومة وصار هناك وقت طويل من وقت ما تكلف دولة الرئيس تمام السلام لليوم وطرأت أمور خصوصي في أمور أمنية مهمة جدا بطرابلوس شفنا الخطة الأمنية كانت عم تنوضع اجتمع مجلس الأعلى الدفاع اجتمع فخامة الرئيس مع دولة الرئيس الأتمرات يعني كان فيه حاجة بالنتيجة بهذا المكان بهذا الموضوع أن يكون فيه متابعة يمكن على صعيد أعلى ومن ثم موضوع اللاجئين ومن ثم موضوع الصندوق الاقتماني وما هناك فيه مواضيع كانت صارت عندها نوع من وزن ومن أهمية ومن ضرورة جدا أنه إذا ما نعقد يمكن يكون هناك ضرر نعم احنا منعرف أنه بالتصيف الأعمال بمعنى الضيق بدي يكون فيه شرطين شرط الضرورة وشرط الضرر لما شاهد دولة الرئيس أنه فيه إمكانية عمل تشاور عمل جولة لهذا الموضوع لم تصفر إلى الآن عن أي شيء ملموس بس بعتقد لما بيطرق الموضوع هذا الموضوع بأي لحظة مكان لما بيكون فيه موضوع ألو ضرورة وألو ضرورة بعتقد دولة الرئيس ما بتأخر بزن الموضوع بس معاعدة الوزير يعني رئيس الجمهورية وقت اللي قال أو وقت اللي رأى أن لا مبرر لعقد جلسة للحكومة هل يعني ذلك أنه أقفل الباب نهائيا أمام إمكانية عقد جلسة للحكومة أم هناك مازال مشاورات أو مازالت هناك الفكرة قائمة عند الرئيس ميقاتي في هذا الخصوص أنا بدي أأكد أنه ما فيه خلاف نهائيا بين دولة الرئيس بس بهذه اللحظة بالذات يمكن دولة الرئيس كان عنده مقاربة مختلفة هذا ما بيمنع أنه يكون فيه تواصل بهذا الموضوع ما بيمنع أنه يكون فيه دائما بحث بهذا الموضوع وهني على طلاقي مستمر لما ترجع الأمور بتلكون إلى حيثيات معينة هذا الموضوع ما فيه نخلي البلد متروك بوقت طويل من دول ما يكون فيه لما بيكون في ضرورة وضرب ما يكون فيه إمكانية دعوة مصر وزراء برجع بقول ودولة الرئيس بيقول وفخمت الرئيس بيقول يجب أن تكون حكومي جديد بالأمس وليس اليوم تخبنا تخبنا كثير خلي الكل يعود للعزم تنعم الحكومي لأنه يحين على استعادات جدا مهمة نعم هل صحيح أنه كان هناك نصيحة رئاسية للرئيس ميقاتي بأنه فيما لو عقدت الجلسة الحكومية ستفسر وكأنها تطويق لمهمة الرئيس المكلف تمام سلام وهذا هو رأي رئيس الجمهورية في هذا الخصوص هل صحيح هذه النصيحة؟ ما أعتقدت أنا ما عندي عما أجعل أقول فيه أموك كانت أساسية لازم بدأ معالجة على صعيد عالي جدا على صعيد ميسي الوزراء لأنه فيها ضرب إذا ما بتتم هذا موضوع تقييم ونقاش لما مصر فيه توافق على هذا الموضوع هذا الموضوع حاليا قيد البحث تأجل بس برجع بقول المبدأ قائم لما فيه موضوع بده بيستدعي أن يكون هناك اجتماع لأنه بيشكل ضرب إذا ما تم أنا رأيه الكل بيتوفعوا على هذا الموضوع ليش لم تلاقي هذه الدعوة صدى عند الفريعين يعني حتى المكونات التي تتألف منها هذه الحكومة لم تكن متشجعة لعقد جلسة ليش برأيك؟ شو تفسيرك لهذا الأمر؟ الحسابات تعرف نحن بالربنان كل واحد عنده مشرب سياسي يعني كل واحد بيقف بالسياسي عنده تفسيرات أو عنده منطلقات مختلفة لمهم دوت رئيس تعاملها نوع من قناعة ذاتية من قناعة وطنية بهذا الموضوع ما لقى فيه ترحاب ما لقى فيه إجماع هذا الموضوع بس هذا ما بيمنع أن يكون هذا الموضوع لما بيسل له مجال أنه يطرح من الجديد لأنه هذا ضمن الدستور بس بنقال أنه عم بتقول ما عليك أنه هذا ضمن الدستور ولكن عم بنقال أنه فيه موانع دستورية وقانونية تحول دون عقد جلسة حكومية لحكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق للأمور ما هو إلا هذا الموضوع بيكون محدد بجدول محدد لأمور إذا لم تقر بيسيب فيها ضرر على البلد مثل ما عملنا لما عملنا اجتماع بمصر وزراء لما كنا مستقلين قررنا اللجنة طبعا اللجنة النيابية اللي بتشرع الانتخابات طبعا نعم صار فيه جلسة بجدول محدد بموضوع محدد ودورة الرئيس بهذا المفهوم بالذات نعم ما عليك هل أيضا هناك تفسير بأنه يعني هناك محاولة لتفادي عقد جلسة ولو كانت لأمور طارئة لأنه عقد هذه الجلسة قد يفتح شهية الوزراء حول الملفات الخلافية القائمة في البلد ونعرف أنه حتى فيه خلافات بين وزراء داخل الحكومة إلى أي مدى تأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار ما ننسى أنه الموضوع بيفجع جدول الأعمال بيحدده في خمترئيس دوترئيس هذا المشلي مش هون المشلي أنه المبدأ إذا كان فيه من اضطرار فيه ضرورة فيه ضرر فدوترئيس بيطرع فخم ترئيس بالدول والموضوع بيخذوا الأرار ما فيه نعطي الجو أنه إذا فيه من دواعي بهذا الموضوع البلد معطن لا البلد مش معطن في هذا الإطار يعني فيه خلاف كبير بين وزيرين في حكومة تصريف الأعمال وزير المال محمد الصفضي ووزير الأشغال غازي العريضة وشهدنا طوال هذا الأسبوع تبادل اتهامات ومؤتمرات صحفية وملفات وفضائح وكل هذه الأمور وأيضا المدعي العام المالي يعني استدعى الأسبوع المقبل للاستماع إلى الوزير العريض بداية ثم الوزير الصفضي في هذه الحال إلى أي مدى هناك دور معين قد يقوم به رئيس الحكومة حتى ولو كانت مستقيلة في هذا الخصوص أو في هذا الإطار دور دورة الرئيس مستمرة في هذا الموضوع وكان استقبل الوزراء استقبل هذا يعني هو على الطلاع مباشر وطبعا هذا الموضوع يعني ياريته ما صار برجع بقول المهم أنه نمشي لقدام يلي انطرح على هذا الصعيد بارتكال دورة الرئيس عم يقوم بالجهد الممكن من أجل أنه ما يطوى ويتلملم وبالنتيجة يتأخذ الأمومة جواها وفق القوانين المريات الجواة فيما لو كان هناك حكومة معينة يعني بتعرف طوال هالأسبوع كان النقاش قائم في حال تم تشكيل حكومي ولم تأخذ الثقة في مجلس النواب هل تستطيع أن تستلم هي الصلاحيات أم لا في حال صار في فراغ رئاس يعني كل هذا الحديث كان فيه كلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وكان فيه يعني موقف صادر يقول أنه لن يتم تسليم الوزرات في هذه الحالة شو تعليقك على هذا الموضوع وانت وزير في هذه الحكومة هلا أنا بدي أقول هون شغلي كنت عم أسمع الحديث بين خينا الله وخينا بقى هذا الموضوع الحقيقة رحين على محل إذا ما الكل بدون يستعملوا الحكمة بدون يستعملوا الحص الوطني بدون يستعملوا بعض النظر ويشوفوا أنه المتغيرات الحاصلة حاليا في المنطقة وفي لبنان وفي كل ما يدوم حولنا تستدعي نوعية أخرى من الحوار تعاطي مختلف نحن هم ناخد كلنا سوى البلد إلى مكان مختلف سيء أنا رأي هيك مواضيع اليوم متى هالحوار اللي اليوم بسمعته هلا على التلفزيون بين هادي وبين ألا كتير ميح كتير حلو ولكن للأسف هيدا محدود جدا هيدا لازم يكون بين كل الأفريقاء وعلى الصع وعلى أكبر صعيد حرام بهالوأد ما يكون فيه البحث البحث العميق بين المكونات اللبنانية على أمور هي بتهم كل مواطن وبتهمنا جميعا حاليا فيه فراغ ما صحيح فيه حوارات أساسية فيه هناك نوعا ما مقاربات معينة وليس هناك حوار الوقت عم يصبقنا الوقت عم يهدمنا أنا رأي خلينا نقول إنه إن شاء الله بيصير انتخابات بيصير أول شي حكومة ومن ثم بيصير انتخابات لبئاسة الجمهورية وإذا ما صار لهيدي ولا هيدي بدنا نروح بالذي الدستور هو بيسمح فيه لأنه بيقول بالدستور ما فيه فراغ بالدستور لا يمكن أن يكون فراغ بالدستور يعني بالذي يسمح به الدستور يعني شو يعني حكومتكم حكومة تصريف الأعمال هي بتستلم السلطة أو بتستلم الصلاحيات أنا عم أقول لازم تكون الحكومة أمس جديدة أمس نعم إذا صارت حكومة بيكون الموضوع الحل إذا ما أخذت السئة هذا موضوع بيعتقد بيصفي تفصيل إذا ما صار حكومة بالخالص هذا موضوع بيعتقد كمان بيصفي له له مسرب أهيا هلأ إذا صار في حكومة ما أخذت السئة أنا رأيي أمور محسومة لأنه لما بتطلع مرسيم الحكومة الحالية بتكون انتفت خلص يعني بيكون سقطت دستوريا سقطت أنا ما بدي هلأ أعمل أعمل بوليميك بالموضوع بس لما بيطلع مرسيم بحكومة جديدة المرسيم التي أنشأت هذه الحكومة بتكون انتفت حتى لو لم تنل أفقة في مجلس النواب الحكومة الجديدة مجرد منه تطلع المرسيم بتصير هي الحكومة القائمة في البلد هذا بيصفي مسألة تانية مسألة موجودة عند مجلس النواب بس نحن عم نقول بالتسلسل التاريخي للأمور لما تطلع مرسيم لحكومة جديدة بحسب الدستور المرسيم الأديمية اللي أنشأت الحكومة الحالية بتصوط نعم سأطي وفي حال منالة صعب أن نجعل المرسيم وفي حال منالة ثقة بمجلس النواب بتصير هي حكومة تصريف الأعمال هالحكومة الجديدة أنا ما بدي هذا الموضوع هذا الموضوع فيه في علاق في علاق بحث دستور أنا ما بدي أدخل فيه بالموضوع ما بدي احترائي بالموضوع لأنه أنا مش دستور بالموضوع عم بتقوله صحيح معليك بس أنت هيدا من الأمور الصعب هيدا من الأمور الصعب ومن الأمور الشائكة بس قد نصل إلى وقت بس خليني كفي خليني كفي هيدا موضوع دستوري بحث أكيد حيقتل في علاق لبنانيين حتى ما نقتل في علاق لبنانيين أنا هون مش هناك بلاشت حديثي أقول بتأمل الحكمة عند الجميع بتأمل البعد النظر عند الجميع اللحظة ما فيها تتحكم بمساء معين ما بنقدر أنا قلت عارف شو قلت بالأساس قلت بدي حكمي لأنه عارف إذا صار هذا السينابيو المعين فتنة بمتاهات دستورية لا لا أول ولا آخر يعني قد يصبح عنا حكومتين يعني لأنه في حدا كمان في بعض الأراء في بعض الأراء تتخوف أن يكون البلد على شفير حكومتين كنصار في السبب الحكومة الحالية بتكون بمجربة صدو مرسيم حسب الأصول حسب الدستور الحكومة الحالية بتكون انتحت وجودها نهائيا بس فيه طرف أساسي بالبلد عم بلوح أو عم بيطرح نظرية عدم تسليم الوزرات بهذه الحالة شو بتكنت عم هذا موضوع آخر قلت أنا أنا قلت موضوع آخر نحنا بنكون صرفانا بالبات هذا موضوع آخر صار نصنصود بطل عم نادي عم نادي بالحكمة عم نادي لأنه أكيد حيقتول فتستوريا على الموضوع مش هناك عم أقول البلد أهم مننا جميعا عم نحكي كنا على موضوع نصاب اتخاب جلسة رئيسة الجمهورية صدقوني في مواضيع أكهم منها وأبعد منها وأوصع منهاك تتطلب الحكم من الجميع تتطلب ما حدا ينغرب لا باللحظة ولا بالوقت ولا بشي اللبنان محكوم بالتعايش ما حدا قدر يوم ما تغلب على حدا لمهم نحن بلحظة يقزة بدنا ننتبه لأنه أي تفسير خاطئ لأي موقف خاطئ بده يجبنا إلى المحظوم نعم أنا أبدا أشكرك معالي وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقول نحاس على هذه المداخلة مباشرة من منزلك في الأشرفية شكرا لألك معالي الوزير ترجمة نانسي قنقر